نسبة الكالسيوم أوجزلات كريستلز في العينة دي شباب عالية جدا بلاص طراتة زي ما انتو شايفين كده طبعاً الحصوات دي اتناوها الكالسيوم أوجزلات طبعاً في النورمال او في الطبيعي لما احنا بنتناول كالسيوم الطبيعي انه بيرتبط في العمعاء مع الأوجزلات فبيخرجوا مع الاستوال لكن طبعاً في حالة عدم موجود وجوات بتحتبع لكالسيوم الأوجزلات ديت مش بتلايه حاجة ترطيب تبعه في العمعاء طبعا فهتبقى حورة فيحصل لها امتصاص فبالتالي بتروح على اليونيري سيستم هناك طبعا بترتبط بالكالسيم الموجود فتكون اجزالات الكالسيم اللي بتتراكم ودي طبعا بكون سبب من اسباب اللي بتتكون حصواته بنشوفها في اليورين زي الكالسيم اجزالات اللي احنا شايفان دلوقتي زي اليوريك اسيت او اي نوع من الكريستالز يعني طيب المفروض ان المريض ما يعملوش اول حاجة ان بنسبة كبيرة ان المريض يتجنب الاطعامة اللي فيها اجزالات زي الطماطم الشاي والقهوة المك السرات والبطاطس وهكذا حاكمان ان المريض يشرب مية كتير لان يا جماعة شرب كمية كافية من السوائل ده يخفف البول فبالتالي او من الصعب ان المريض كمية لانها تتراكم فاتكون باللرات حاكمان المريض يقلل من البروتين واهم حاجة انه يقلل من تناول املاح الان اي سي ال لان الان اي سي ال دوت لما المريض ياكل نسبة كبيرة منه او بيكون موجود في الاكل النسبة كبيرة يعني الجسم طبعا ما بيخش الجسم بيدخل الجسم فبيطلع مع كالسيوم في نفس الوقت فكان طبعا البول تركيز الكالسيوم يبقى فيه عالي وهنا طبعا عرفين 75% من الحصوات املاح الكلة عبارة عن كالسيوم وبالتالي بقى بيظهر عندنا كالسيوم فوسفيت الكالسيوم اوكزاليت وهكذا